موسيقى أهلا بكم بعد ردها طعون تحالف الميليشيات المطالب بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج هذه الانتخابات والتي أجريت في العاشر من شهر تشرين أول الماضي بعد أوضاع استثنائية استمرت أكثر من شهرين تمثلت بتظاهرات لعناصر الميليشيات الخاسرة في هذه الانتخابات وتهديداتهم باقتحام المنطقة الخضرة في بغداد لينطلق قطار المساومات والتسويات بين أقطاب العملية السياسية لعقد تحالفاتهم الحزبية الجديدة وثم تم يؤكد من المراقبين والمحللين أن مشهد العراق القادم لن يختلف في شيء عن سياق ما بعد العام 2003 وأن الحكومة القادمة ستكون حكومة محاصصة حزبية طائفية ضعيفة وهشة كأسلافها لأن أي من أطرافها الذين سيشتركون فيها لا يريد تحمل مسؤولية الإخفاق العام في العراق المشهد السياسي في العراق بعد المصادقة القضائية على نتائج الانتخابات البرلمانية ورفضها طعون تحالف الميليشيات هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية هل فعلاً أوضح تصديق المحكمة العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية صورة المشهد السياسي القادم في العراق وهل باتت قوى العملية السياسية مستعدة لتخفيف نهج المحاصصة الطائفية والحزبية والقائمة منذ العام 2003 وحتى الآن وما ملامح حكومة الأغلبية الوطنية التي يطالب بها الصدر والمشهد العراقي برمته تتحكم به القوى الطائفية والحزبية وإلى ما تستند بعض الأطراف السياسية في حديثها عن ارتخاء قبضة القوى الإقليمية والدولية على العراق ومشهده السياسي الجديد وهل أدركت قوى العملية السياسية خطورة رسالة ثورة تشرين والمقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات عليها للتراجع عن نهج التحاسس للسلطة والفساد الكبير ضيف الطاولة رافع الفلاحي فاروق يوسف حامد الصرف مع انقشاع غبار معركة الانتخابات في العراق والمصادقة على نتائجها النهائية تعود الكتل والأحزاب بشكل سريع إلى تهدئة أشبه بالهدنة التي أجريت على مضض فمن هددوا وتوعدوا بالتصعيد في حال اعتماد نتيجة الانتخابات غيروا لهجتهم فالظروف على ما يبدو لم تعد تحتمل مزيدا من التصعيد وخصوصا مع بوادر انفجار صراع دموي جعل المشغل الإيراني يسارع في وضع حد للأزمة وسوق الأطراف المتنازعة إلى حضيرة الطاعة المبنية على قواعد المحاصصة وسبق المصادقة على نتائج الانتخابات أن قدمت كتل ما يسمى الإطار التنسيقي طعونا فيها واتهامات بالتزوير واعتبرت تمرير نتائج الانتخابات أمرا مستحيلا حتى أن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني اسماعي القآن لبغداد لم تؤدي إلى رأب الصدع بين الأطراف المتنازعة أنذاك وبدأ كأن صداما أسكريا هو الوسيلة المتبقية الأطراف الحريصة على بقاء نظام المحاصصة بما فيها واشنطن لا تريد انزلاق الأمور إلى حد يقضي على العملية السياسية برمتها فاستدعى ذلك نزع فتيل الأزمة حتى المجتمع الدولي الذي يعتبر النظام السياسي الفاسد شرعيا لن يقبل بتغيير قواعد اللعبة ولا مشكلة لديه بتدمير العراق شريطة بقاء هذا النظام مرة أخرى لا خيارا للأحزاب سوى نظام المحاصصة فهو الكفيل بإبقائها على عرش السلطة ولكن هذا لا يعني أن الأمور ستمر بسلاسة دون تعقيدات أقلها إطالة أمد المفاوضات والمباحثات على رئاسة الحكومة المقبلة وحقائبها الوزارية فالكتل التي تساق إلى التوافق بعصى المشغل لا يمكن أن تحسن اقتسام المغنم الحكومي دون مناوشات ومساومات أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستفحث في صورة المشهد السياسي القادم بعد تصديق المحكمة العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وردها ورضها طعون تحالف الميليشيات لإلغاء نتائج هذه الانتخابات ضيوف الطاولة لهذه الليلة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والبحث السياسي هنا في الستوديو وسيكون معنا من دنر عبر اسكايب الكاتب الصحفي فاروق يوسف وأيضا معنا عبر اسكايب الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور حامد الصراف أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا حياكم الله أهلا وسهلا لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور هناك من يتحدث الحقيقة أن هذا التصديق على نتائج الانتخابات في العراق الأخيرة ورده طعون طعون الميليشيات الحقيقة أوضح المشهد الآن المشهد بعد ما كان ضبابي الآن المشهد القادم في العراق السياسي طبعا أصبح واضحا أصبح واضح المعالم لا لبس فيه لا ضبابية فيه فعلا الصورة هكذا هو الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم ولن نحييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام أهلا وسهلا الحقيقة المشهد في العراق منذ عام 2003 إلى حد الآن هو نفس المشهد لم يتغير شيء وكل ما جرى في هذا المشهد كل تفاصيل هذا المشهد تم الاتفاق عليها فيما سمي بمؤتمر المعارضة عام 2002 في لندن وأقصد في ذلك النقطة الأساسية والنقطة المهمة هي المحاصصة الطائفية والإثنية التي اتفقوا عليها ونفذوها من عام 2003 إلى حد الآن يتداولون السلطة فيما بينهم الكل له مكاسب الكل له مساحات معينة لكل طائفة مساحتها المعينة يتصارعون فيما بينهم داخل هذه المساحة داخل هذا الإطار الذي يسمى عملية سياسية ويخدمهم دستور كسيح يركز على المكونات لا يركز على المواطنة وبالتالي هذا المشهد يتكرر في كل سنة الآن المشهد ربما البعض يعتقد أو هكذا أريده تضليل جزء من التضليل الذي جرى منذ ما يسمى بالانتخابات التي جرت في تشليل الأول الماضي لحد الآن وقبلها كان هناك وما زال كثير من التضليل محاولة لقلب الصورة بشكل آخر وجعلها صورة وردية صورة متفائلة لعراق جديد وهي كذبة كبيرة أن هناك ميليشيات خسرت خسرت وهناك منفاز وهي قوى ممكن أن تكون وطنية ممكن أن تكون هذه كذبة كبيرة الميليشيات خسرت والميليشيات فازت هي كلها ميليشيات وكلها أحزاب نفس أحزاب السلطة لأنه من يتحدثون عنهم فازوا وأقصد هنا التيار الصدري مثلا هؤلاء شكلوا الحكومة منذ عام 2005 من بعد قرار الدستورة والانتخابات جرت ما يسمى من انتخابات 2005 لحد الآن هم بالمشهد السياسي وهم بالمشهد الانتخابات وقالها الصدر أكثر من مرة قال لولا نحن قبة الميزان ونحدد الانتخابات ولولا وجودنا ما تشكل حكومات وبالتالي كانت لديهم وزارات وآخر وزارة كان لديهم ست وزارات ولديهم أعضاء بمجلس النواب عدد كبير جدا أكثر من 40 عضو ما أعرف بهذا العدد وكان لديهم مناصب وما زالت لديهم مناصب في كل دوائر الدولة وكل مؤسساتها الأمنية وغير الأمنية لأنه لم يكون رأس السلطة هذا واضح لكن رئيس السلطة ماذا يريد رئيس السلطة؟ هي توافقات وبالتالي اتفاقات معينة فيما بينهم توزيع الحصص فيما بينهم وبالتالي يتنافسون على هذه المسألة الآن يحاولون إخراج لعبة جديدة وهذا جزء من عدها الأساسي فيها للمحافظة للعملية السياسية الشعب الآن سقطت العملية السياسية أمامه سقوط رهيب منذ ثورة تشرين منذ خرج هذا الشباب الجميل وقتله بالشوارع ولاحقه وجرحه من عنده ثلاثين ألف وقتله ألف من الشباب ويطاردوا ويختطفوا هذا الشباب أثبت أن هذه العملية السياسية قد وصلت إلى الحظيظ انتهت جسد ميت فيريدون أن يحياء هذا الجسد الميت بالدعاء أن هناك قوة فازت وهذه القوة لها هيبتها لها شكلها الجديد لها حكومة وطنية ستشكل لا يمكن هذا الحقيقة سنتحدث دكتور اسمح لي عن المعطل المتغير في هذه الانتخابات وعن معنى حكومة الأغلبية الوطنية التي يطالب بها الصدر نتحول إلى لندن ونرحب بضيفنا من هناك فاروق يوسف سيد فاروق مساء الخير مساء الخير الحقيقة الكلام أن هذه الانتخابات جرت في سياق تقليدي وهو السياق المعمول به من 2003 هناك من نتحدث أن الحقيقة لا ليس دقيقة هذه الانتخابات شهدت معطى تحول متغير جديد وهو عملية الصفع التي تلقتها الميليشيات الولائية وهي الميليشيات الدموية أو الأكثر عنفا ولذلك هي الآن منزوية منحسرة على الأقل سياسيا ولذلك المشهد القادم مختلف تبعاً لهذا المتغير الكبير هذا كلام دقيق؟ بالحقيقة بي نوع من الدقة لو نطرنا للأمور من الداخل من داخل النظام من داخل العملية السياسية نفسها الأستاذ الفلاحي أشار أن العملية السياسية ماتت انتهت بحقيقة الأمر أن النظام المحاصصة النظام السياسي القائم صار اكسباير الآن انتهى وهو ما يشهده لبنان أيضاً لبنان انتهى في نظام المحاصصة لذلك الآن أزمة نظام بالعراق الآن أزمة نظام النظام نفسه انتهى وينبغي تغيير النظام أما الأدوات التي تلعب داخل دائرة النظام نفسها فهي نفسها الآن صعد الصدر نزل نور المالكي صعد نور المالكي نزل العام هي نفس الوجوه ونفس ما دام النظام قائم وبالحقيقة تداول بصطلح الأغلبية السياسية فيه نوع من التزييف ذلك لأنه يعني إما أن الحكام في بغداد يجهلون معنى الأغلبية السياسية أو حتى معنى التوافقية الديمقراطية سبق لكثيرين أن قالوا أن هناك توافقية ديمقراطية في العراق مثل ما هو الحال في سويسرا مثلا طبعا أنت تتحدث عن أغلبية سياسية كيف تكون هناك أغلبية سياسية إذا كانت الانتخابات نفسها وقيمت على أساس طائفي يعني بمعنى أن الشيعة انتخبوا نوابا شيعة على بقاسات الطائفة يعني بصف هذا النظام قد انتهى هو هذا النظام قائم لا زال المجتمع الدولي يدعمه لا زال مجلس الأمن يصدر البيانات بيان تلو البيان يبارك للانتخابات الإقليم يدعم هذا النظام هناك اتصالات حتى مع مقتضى الصدر بين دول عربية كيف هذا النظام؟ ما هي مؤشرات أنه انتهى هذه كل اللي تفضلت به ليس دليلا على بقاء النظام يعني بمعنى أن الأكثرية تقف مع النظام لسبب بسيط جدا أن هذا النظام هو اختراع أمريكي ولا أحد يستطيع في هذا العالم الآن أن يخالف أمريكا أو يقف موقفا مناوئ لما تقوم به النظام اختراع أمريكا وتنفيذ أمريكي أيضا ولذلك لا يمكن لمجلس الأمين أو لقوة أقليمية أن تقف ضد هذا الموضوع لكن أنا أتحدث من وجهة نظر عراقية ولا أقيم وزنا للخلاف مع القوة الكبرى لأن القوة الكبرى لا تقيم وزنا لرأيه أيضا النظام الطائفي انتهى وفشل فشلت ذريعا لأنه سبق بسيط جدا مو لأن الخدمات مو لأن الكهرباء مو لأن كل هذا كل هذا شغل مو شغل النظام هذا شغل الحكومات أو الدولة النظام فشل لأنه لن يستطع أن يحمي نفسه أو يتفاوض مع المحتجين عام 2019 الاحتجاجات قضي عليها بالسلاح وقضي عليها بالقتل ولم يكن هناك مجال لحماية النظام وبالمناسبة هناك قوائم أستاذ فاروق هناك قوائم دخلت في الانتخابات وفازت تقول أنها تمثل المحتجين نعم نعم سيذهبون إلى المعارضة هذا قرار الأغلبية الطائفية نعم لا مجال لهم لا في الحكومة ولا في الدولة ولا ولا يمكن وهم لا يصلحون أيضا أن يصبحوا جزءا من النظام السياسي نعم أشكرك نتوجه إلى ضيفنا الأستاذ الدكتور حامد الصراف أستاذ حامد مرحبا بك معنا أهلا وسهلا مساء الخير عليكم أهلا مساء الخير أستاذ حامد الحقيقة هناك من يتحدث بلغة متفائلة جدا ويقول أن قوى العملية السياسية بعد قضية ثورة تشرين وبعد هذه المقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات الآن باتت أكثر استعدادا يعني على الأقل للتخفيف من النهج الطائفي التحاسسي والأمر لن يكون كما كان سابقا بهذه الفجاجة في قضية الاعتماد على النهج أو المسار الطائفي مستعدة لتخفف عن هذا النهج الطائفي لأنه الوضع في العراق ما عاد يحتمل وكما يقال السكين قد وصلت إلى عظم عظم المجتمع عظم العراقيين هذا التفاعل في محلة؟ في البداية شكرا جزيلا استاذ ماجد تحية لك ولضيفيك كريمين ولجمهور المشاهدين الكرام أهلا دكتور الحقيقة الموضوع أعقد بكثير مما نصور القضية ليست محلية عراقية الانتخابات بطابع وطني عراقي ولا نتائجها ولا حتى تشكيلة الحكومة للمرحلة القادمة ستحسن بمحليا يعني بإرادة عراقية رغم أنه كل قيل لحد الآن وأسئلتك أيضا كان فيها السؤال الأخير هو وارد الحقيقة في قضية تأثير ثورة تشرين المباركة على مجمل العملية السياسية يعني منذ أكتوبر 2019 ولغاية الآن ولذلك يجري حديث أسر الحامد دكتور يجري حديث عن تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق هذا الصوت يقطع بس أنا فهمت الموضوع إذا تسمح لي أكمل الفكرة يعني الفكرة هي أنه كل شيء مرتبط الآن بالوضع الأقليمي والدوي يعني صدق إيران شيئنا أبينه ورطت توريط جذري بكل ما قامت به وأدت دور الحقيقة منذ أن جاء الخميني إلى السلطة في 1979 ولغاية الآن تدمير المنطقة هذا أيضا مرسوم ومخطط إلى أبر كل أجهزة المخابرات الدولية وخصصا الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية أنه هذه المنطقة يجب أن تخضع لإرادة من خارج الأقليم يعني هذا كل اللي شفناه الحقيقة مسلسل من تداعيات يعني تراجيديا حقيقية حروب ونزاعات وطائفية وقتل على الهوية ونزوح وتهجير كل الدول اللي مرت بها هي دول عربية إسلامية واضحة يعني لذلك أنا أقول المرحلة القادمة ستشهد فعلا تغيير لكن التغيير لصالح من هذا هو السؤال الكبير شوف أستاذ ماجد أقول لك شيء مهم جدا أنا بس حتى دكتور حتى لا نبحر بعيدا أنت تقرأ كمراقب أنت تقرأ أو تلمس أنه ثمة مؤشرات على استعداد الطبقة السياسية للتخفيف من النهج الطائف بفعل هزتي ثورة تشرين ومقاطعة 85% ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات الأخيرة تلمس مؤشرات ما هذا هذا اللي أنا حبيت أقول أصدقني يعني سباقتني أنت في السؤال أنا لما أقول لك أنه الأحزاب الشيعية فتتت حزب الدعوة أجل السلطة والمجلس الأعلى أجل السلطة الآن شوف أنت كل الحزبين يعني تم فعلا تفتيته يعني انشقاقات عديدة لذلك أنا أقول لك القادم في العراق هو شيء آخر يعني حتى وصول المصطفى الكاظمي إلى السلطة يعني إخراج السلطة من حزب الدعوة ومن المجلس الأعلى هذا أيضا عملية مبرمجة مخطط لها لذلك أنا أنا متفائل إلى حد بعيد بأن الوضع القادم رغم كل الغموض اللي يحيط بقضية تشكيلة الحكومة القادمة لكن أنا متفائل أنه الثورة التشرين أثرت تأثير كبير زائد إرادة الشعب العراقي أنا ما يهمني شكرا تفكر أمريكا فقط وتفكر إسرائيل وتفكر الدول الأوروبية والدول الخليجية لا أنا الآن توجه الشعب العراقي هو المهم هو اللي رح يحصم الأمر لماذا لأنه بالفعل الشعب الآن مهيئ لثورة قادمة أشكرك دكتور خلينا أيضا نأجل هذه النقطة ونشوف أنه الطبقة السياسية فعلا استفادت اتعظت قرأت خطورة رسالة التشرين الناقشة إن شاء الله دكتور رافع الفلاحي الصدر يتحدث عن أغلبية حكومة أغلبية وطنية حكومة أغلبية وطنية هل تمت ملامح لهذه حكومة الأغلبية الوطنية هل العملية السياسية تسمح بحكومة وطنية هل القوى السياسية الحزبية والطائفية إثنية وعرقية مستعدة للذهاب إلى حكومة وطنية لأنه هذا المفردة وطنية بتوذلت كثيرا يعني بتوذلت من كثر الاستخدام نعم دعنا أقول لك أولا أنه لا يمكن تغيير هذا المشهد نهائيا وكل هذا الكلام غير منطقي غير حقيقي ومحاولة للتضليل ليس أكثر لسبب بسيط سأقول لك لماذا لأنه من اللعبة ما زالت هي هي الذين صمموا اللعبة والذين تحكموا بها ما زالوا على الساحة وأقصد جانب الإيران والجانب الأمريك والجانب الإيراني أساسا عندما جرت الانتخابات وخرجوا جزء منهم إلى التظاهر وقالوا أنه هذه تزوير وهم يعني صادقين في هذا الموضوع لكن هذا التزوير لا يشمل هذه الانتخابات فقط كل الانتخابات التي جرت من عام 2005 لحد الآن هي تزوير لكن عندما كانوا يعني مكاسبهم كبيرة كانوا يتحدثون عن تزوير كانوا يقولون أنها انتخابات نزيهة الآن يعني قالوا عنها أنها تزوير وهي فعلا تزوير وكل الانتخابات تزوير ولأنهم فقدوا جزء يعتقدون أنهم فقدوا جزء من مكاسبهم جزء من المساعة التي يسيطرون عليها داخل العملية السياسية فذهبوا إلى التظاهر إلى محاصرة المنطقة الخضراء وهذا ما شهدناه وإذا بأمر إيراني يعني ينسحبون الآن ويوافقون على قرار المحكمة و يعني قرارها بالانتخابات ما الذي يجعلهم وهم كانوا يصرخون ويقولون لا نقبل وهذه تزوير وهذه كذا ونحن يعني سنبذل الدماء من أجل العدالة وإذا بهم يوافقون وينسحبون بيان التحالف مال مليشيات قال نحن سنغلب المصلحة الوطنية على مصلحة حزبية أو انتخابية هذه وأعود مرة أخرى ربما مثل ما قلت حضرتك هذه مفردة الوطنية هذه استهلكت كثيرا على ألسنتهم وهم ليس لهم علاقة لا بالوطنية ولا 19 سنة مرت أثبتت أنه هم بعيدين عن الوطنية وليس لهم علاقة بالوطنية فهذه المفردة يعني يتركها ويتركوها وما أحسن لهم عموما جاءتهم موامر من إيران لكي يذهبوا باتجاه آخر الآن هل يستطيع مقتدى الصدر مثل ما قلت أن يشكل الأغلبية الوطنية حكومة الأغلبية الوطنية أنا أعتقد هذه لعبة يعني طريق هشائك وتحتاج إلى موافقات إيرانية وموافقات أمريكية وتوافقات وتخادم فيما بين الجميع لسبب بسيط أن هناك قوى تتحكم يعني لاعبة في داخل العملية السياسية الشيعة والسنة والأكراد هذه العملية السياسية هكذا شممت وهكذا تصريفاتها عندما تأتي للأكراد ستجدوا أن الأكراد لديهم مطالب واضحة لا يهمهم من يحكم لا يهمهم من يشكل الكتلة الأكبر مثل ما يسموها توافقية غير توافقية وطنية غير وطنية لا يهمهم يهمهم شرطين شرط الأول أساسي أن المبالغ التي تصلهم تصلهم وتزيد والشيء الثاني الذي يهمهم أن المناطق المتنازعة عليها يستطيعون أن يتفاوضوا عليها ويحصلوا على جزء منها ويحصلوا عليها المصالح الكردية الحزبية أولاً بالضبط هكذا بالنسبة للسنة سأتي على السنة نعم السنة جزئين يعني على الأقل يعني جماعتين والجماعتين لا يستطيعون بأعدادهم أن يكونوا مع هذا الطرف أو ذاك الطرف يعني لا يستطيع لا تستطيع المجموعتين في السنة التي اتحدت مع بعضها عزم والأخرى تقدم لا يستطيعون لوحدهم أن يدخلوا مع مقتدى الصدر التشكيل ما يسمى بالكتلة الكبيرة لأنهم أساساً هؤلاء وعدوا أنصارهم وعدوا من انتخبوهم مناطقهم نعم باختصار وعدوهم بأنهم سيحققون لهم الشروط المهمة وهي إعادة كل النازحين نعم وبناء المدن إعادة بناء المدن المهدمة وبالذات هذه المدن المهدمة الرمادي والموصل أساساً أولاً إعادة بناءها وتأمين مناطقهم هذه تحتاج إلى موافقة الميليشيات نعم لأن الميليشيات مسيطرة على الموصل مسيطرة على الأنبار مسيطرة على صلاح الدين وهذه الميليشيات ليست تابعة لمقتد الصدر إذن عليهم أن يتوافقوا مع الميليشيات الأخرى وهذه الميليشيات الأخرى تابعة لقوى هادي العامري وغير هادي العامري والقزعلي فإذن لا يستطيعون الذهاب مع مقتد الصدر بهذا الشكل الذي يدعي عليه والشيعة أساساً القسم الآخر منقسمين فيما بينهم قسم يقول أنا استطيع أن نشكل الرقم الأكبر وهو المالكي وجماعته بالاتحاد مع بعض السنة وبعض الأكرار ممكن أجل قراءة المشهد في الجانب الآخر الشيعي بعد هذا الفاصل مشاهد كرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في هذه الليلة من طاولة حوار رفع الفلاح فاروق يوسف حمد الصراف وأيضاً منكم نستاذاً انتظرونا آيدون ترجمة نانسي قنقر تردد نفسه واحد صفر سبعة اثنين سبعة وعلى مدار النايل ساب اعتباراً من الأول من شباط عام الفين واثنين وعشرين وأن البث على نظام أزدي سيتم إيقافه في الثامن والعشرين من شباط عام الفين واثنين وعشرين أهلاً بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في طبيعة المشهد السياسي القادم بعد مصادقة المحكمة العليا التحادية على نتائج الانتخابات ورفضي أو ردي طعون الميليشيات ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاحي وفاروق يوسف ودكتور حامد الصراف أستاذ فاروق يوسف الصدر في كل مرة يتحدث عن حكومة الأغلبية الوطنية والمفارقة أن كل الحكومات التي تشكلت من الفين واثنين إلى اليوم توصب بأنها حكومات وطنية وحتى يوم احتلال بغداد تسع نيسان هو يوم وطني أو يوم التحرير هل ثمت ملامح لهذه الحكومة الوطنية؟ ما الذي يقصد الصدر تحديدا حكومة أغلبية وطنية؟ ما هي الوطنية في عرف الصدر؟ الحكومة الوطنية يقصد نعم، نعم، مثل ما قلت في البداية بالحقيقة يستعملون مصدر منهم يستعملون مصطلحات سياسية لا علاقة لها بالواقع العملي وهم لا علاقة لهم بها أيضا يمكنهم يستغفلون الناس أو اعتادوا تزييف الحقائق من غير أن تكون هناك قوة تلزمهم بالعودة إلى هذه الحقائق الصدر لا يمكنه أن يكون لا سياسيا ولا وطنيا لأنه أولا هو زعيم تيار طائفي وليس لديه حزب سياسي ثانيا هو زعيم ميليشيا كبيرة جدا كان لها الدور الأكبر في منع الانتفاضة التشرينية من الانتشار ولقا التشرينيين دروسا وارتكبوا الميليشيا ترتكبت جرائم كبيرة جدا ومنها جريمة ما حدثت في السنك الحقيقة الأخرى أن رئيس الوزراء الوطني في القوسين ينبغي أن يكون شيعيا يعني الصدر لم يجرأ على الإطلاق مهما كان هناك شخصيات غير شيعية يمكنها أن تتبوأ ذلك المنصب أن يرشحها مشكلة الصدر بالحقيقة هي شيعية هي داخل ما يسمى البيت الشيعي الصدر الآن يحاول أن يستغل موضوع انتصار الانتخابي من أجل تسويق نفسه زعيما للشيعية السياسية نعم ذلك الطموح يصطدم مع طموح أو مع حقيقة أو واقعية وجود نور البالكي ثم لا ننسى أن العداء مستشرس بين الرجلين لذلك الصدر الآن كل محاولاته بالحقيقة لا تتعلق بالآخرين لا تتعلق لا بالسنة ولا بالأكراد وهو يعرف جيدا أنه من غير دعم الشيعة لا يمكن أن يكون الكتلة الأكبر طيب أستاذ فاروق الصدر تحدث عن رئيس حكومة صدري قح ويريد أن يشكل حكومة أغلبية وطنية تكون الحصة الأكبر للتيار الصدري على اعتبار أنه فاز بـ 74 مقعد لنفترض جدلا أن التيار الصدري والصدر شكل حكومة بأغلبية وطنية رئيسها من التيار الصدري تعتقد أن واقع العراق على كل المستويات سيكون مختلفا سياسيا ميليشيايا خدميا قانون دولة المنطق يقول بعد هذه 19 سنة أن الأمور ستصبح أسوأ ذلك لأن النظام نفسه موجود النظام نفسه قائم ولا يمكن للصدر أن يشكل حكومة كما قلت إلا بالاتفاق مع الشيعية السياسية ذلك يتطلب وجود الآخرين ضمن تشكيلة كلها ولا بالأساس السؤال أنه هل يرغب الصدر مثلا أن يسكت النظام السياسي القائم هذا السؤال الأساسي الصدر هو جزء أضوي وفعال ومؤثر داخل منظومة النظام السياسي أو نظام المحاسسة أشكرك أشكرك سيد فارو تفضل الصدر بالحقيقة ما كان ممكن يكون موجود لو لا موجود بالصورة السياسية لو لا وجود هذا النظام السياسي القائم ويبدو كلهم ما كانوا ليكونوا موجودين لو لا هذا النظام السياسي المصمم أمريكيا وإيرانيا دكتور حامد الصدر يتحدث عن أغلبية وطنيا والمشتركون في هذه الحكومة كلها أحزاب طائفية أحزاب قومية أحزاب عرقية أحزاب شوفينية هذا الخطاب عن حكومة أغلبية وطنية تعتقد أن سذاجة سياسية لا يفهم دلالات هذا التركيب أغلبية وطنية أم هو نوع من التضليل كما قال دكتور رافع الفلاحي أم ماذا لا هو دكتور أستاذ ماجد محترامي لرأيي الأخوين في الستيديو أستاذ فارو أنا أختلف بعض الشيء مع قضية الأغلبية وطنية ومع التشكيل القادم بصورة عامة أنا لا أنظر إلى حسن النواية قد الآخرين لكن أنظر إلى إجبار الظرف الحالي الظرف الموضوعي والذاتي داخل العراق ووعي الشعب العراقي ووعي الشباب أجبر هذه الطبقة السياسية الفاسدة القابضة على السلطة إلى أن تتنازل بعض الشيء وحتى الانتخابات تنازلت أنا أقول لك كيف تتنازل المسألة بسيطة في غاية البساطة الآن أصلا تفكك البيت الشيعي بهذا الطريق وأنا لا أستبعد أنه بالفعل يبقى هذا التفكك إلى أجل غير مسمى إلى أن تتشكل حكومة أو ينتصر أحد الطرفين على الطرف الآخر في تشكيلة الحكومة القادمة لم يحدث ما هو مفاجئ لم يحدث هناك نيار كامل بالعملية السياسية بعوامل إقليمية ودولية بحيث نلجأ إلى فعلا ثورة تشريين تحسم الأمر والفصل السابق لدى مجلس الأمن الدولي يحسم الأمر هذه قضية معروفة لدى إيران ولدى أمريكا ولدى الأمم المتحدة ولذلك دابوا إلا أن يهدئوا الوضع الآن هناك مزالك كبيرة تحيط بالوضع الداخلي العراقي لذلك أنا أقول لك هم مجبرين مجبرين لا راغبين بشيء ليسوا شجعان بهذا الخيار لذلك أنا أقول لا تهر الصدري ولا من يؤيده في العملية السياسية أو في تشكيلة الحكومة القادمة إذا أرادوا هم يسموها حكومة أغلبية وطنية أو حكومة بكوادر وبشخصيات وطنية هذه أيضا خلينا نكون واقعيين راحهم واحدة من اثنيين أما يشكلون هذه الحكومة مثل ما تفضل تفضلت احتمال تكون على نبط الحكومات المحاصصاتية السابقة معناها سيخرج الشارع عن بكرة أبي وهذه أرفقوة أبو إتيابي صلاح دكتور سنتحدث عن إذا أسمح لي أوكي تفضل تفضل دكتور نعم 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 خلينا على السيناريوهات في الفقرة التالية لكن أنا أقول أنا أقول التيار الصدري أدرك بشكل جيد وهو فائز الآن على أن حكومة الأغلبية إذا اتفق مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وبعض الأطراف الأخرى الكردية واتفق مع تقدم أو عزم معها يعني معناها أنه البيت الشيئي تفكك البيت السني تفكك البيت الكردي أيضا تفكك الآن تشضى هذه البيوت لم يجمعها جامع الذي يجمعه في المشروع القادم دكتور واضح أعتذر ما عندك واضح دكتور رافع الفلاحي بشير الحداد نائب رئيس البرلمان المنصرف أو المنتهية قال إن الحكومة القادمة ستكون حكومة وافقية وستكون حكومة هشة وسيشارك فيها الجميع وهشاشتها نابعة من أن أطرافها جميعا لا يريد تحمل مسؤولية الفشل والتردي والانهيار العام في العراق هذا هو واقع العراق وعلينا أن نتقبل كما هو ولا نكابر السؤال دكتور حتى للوقت هو جزء من ما قاله حقيقي واقع يتقبل هذا الواقع بهذا هو يقصد جماعة الأملية السياسية وليس الشعب العراقي الشعب العراقي غير متقبل الله إذا يخاطب المجتمع إذا يخاطب المجتمع فهو خطأ وخطأ هذا الكلام لا يمكن قبوله لكن دعني أقول لك بالحسابات على الورق حسابات الأرقام نعم هل يستطيع الصدر أن يشكل حكومة مثل ما تقول حكومة وطنية هو يقول مواني دكتور أو يعني مثل ما يقولون نعم أو يشكل الكتلة الأكبر يتشكيل الحكومة نعم بالتوافق مع الأكراد ومع السنة نعم يستطيع عندما تحسب عدد السنة وعدد الأكراد والعدد المقاعد اللي يفاز بي يستطيع من غير الشيعة لكن هل هذا يعصل؟ هذا غير ممكن والسؤال الكبير دكتور هل اعتبرت هنا حكومة وطنية هذه حكومة وطنية؟ هم يعتقدون هذا هو هذا مفهوم الوطنية ملتبس عدد فلذلك يتحدثون بهذه الطريقة أنه يعني خلص احنا شكلنا الكتلة الأكبر وإحنا قادرين ندير هذه العملية بهذه الطريقة لكن هل الأكراد سيوفقون على هذا الموضوع؟ لذلك أنا ذكرت الأكراد لديهم نقطين أساسيتين أن يستمر العطاء يعطوهم هذه حصتهم تخصيصاتهم وتكبر هذه التخصيصات والمناطق المتنازع عليها والمناطق المتنازع عليها لا يسيطر عليها من يسيطر عليها الميليشيات الولائية هذا العامري بالنسبة للأكراد أي حكومة تيجي وطنية طائفية يقبلون بها مدام تحقق لهم هذا لكن في هذا الموضوع لا يستطيعون يدخلون مع الصدر لأنهم سيخسرون المناطق هذه ما يسمى المتنازع عليها وبالنسبة للسن تحدثنا عن هذا الموضوع لا يستطيعون أيضاً لأن كل المناطق الموصلين سيطرة عليها هذه الميليشيات والصلاح الدين والأنبار والذيهم هذه ستعيق كل خطتهم والتالي سينفجر الوضع الداخلي ضدهم اللي هم يقولون أنه دعمنا ووقف معنا ورغم أنه عدد الذي نشاره في الانتخابات لا يساوي شيء لا الشيعة ولا للسنة ولا للإقراط حقيقة هذه وكانت مقاطعة كبيرة بالنسبة للشيعة الشيعة لديهم وضع محدد مرتبط بإيران إيران إذا ما أرادت الأحزاب الشيعية تقصد نعم أنا أقصد هذه الأحزاب الشيعة شيعة السلطة أقصد أحزاب الشيعة أحزاب السلطة هذه مرتبطة بإيران إيران هي توجيهاتها لذلك أنا تحدثت أنه من الذي يجعلهم ينسحبوني الآن ويذهبوني للموافقة على الدستور وموافقة على القانون والمحكمة وكذا وسندخل وتوافقات فبالتالي هم سيصلون إلى نقطة معينة إيران ستتحكم بها وستقول توافقوا وبالتالي يرجعون إلى حكومة توافقية بالشكل الذي كانت عليه ربما بإعلان أن رئيس الوزراء هذا مستقيل جاب التيار الصدري هذا معرف منه محاولة للعب والتنظيم ليس أكثر لكنها ستبقى حكومة تشبه الحكومات السابقة ضعيفة محاصصية طائفية لا ترعى شيئاً والفساسي يزداد والثورة قادمة باتجاههم هناك من يخالف دكتور فاروق يوسف يعني الحقيقة هناك أيضاً من يتحدث بنبرة متفائلة وربما بشيء من الثقة وإن كانوا محسوبين على السلطة أنه بعد هذه الانتخابات اللي جرت يعني في الشهر تشرين أو الماضي تختلف عن انتخابات عام 2018 بعد الانتخابات 2018 الحقيقة كرست الهيمنة أو النفوذ الإيراني والميليشيات الولائية كان لديها 45 مقعد في البرلمان هذه الانتخابات الحقيقة أزاحت الميليشيات الولائية والآن انزوت على الأقل سياسيا فالمتفائلين يتحدثون الحقيقة عن ارتخاء القبض الإقليمية إيران وحتى أمريكا إلى حد ما وأن هؤلاء ما عادوا يتحكمون بالمشهد في العراق على الأقل بنفس القوة التي كانت موجودة من 2003 لحد هذه الانتخابات بهذا كلام دقيق تفائل في محله هو بالحقيقة ينبغي عدم النظر إليه كتفائل لأنه لا يؤدي إلى شيء الولايات المتحدة وإيران وصلتها بعد 19 سنة من انهيار العراق إلى قناعة أنهم لا يحتاجوا إلى أن يكون ضغطهم مباشر لأنه ما في العراق يكفي وجود هذا النظام الفاسد والمنهار من الداخل أيضا يكفي هذا لإبقاء العراق محجم وفي أضيق حالات وجوده لذلك ما يحتاجون يعني بالحقيقة هي الانتخابات أفرزت شيء واضح جدا أن الشعب بمقدار ما يستطيع أن يفعل نجح في الانتقام من جزء من تشكيلة النظام أي الانتقام من الميليشيات بطريقته السلمية يعني بما هو مسموح له أن يفعل هذه نقطة إيجابية لكن بالنتيجة هذه النقطة الإيجابية لن تؤدي إلى شيء فالمشكلة لا تتعلق بتشكيل حكومة الحكومة في العراق هي أضعف حلقة بالعملية السياسية النظام موجود ما زال النظام موجود وما دامت وهناك نقطة إساسية جدا هناك حوالي من 150 ألف إلى ربع مليون مقاتل هم من حملة السلاح غير الشرعي ووجود مثل هذا الرقم لا يمكن أن يؤدي إلى قيام دولة أو قيام حكومة قادرة على أن تفعل شيء والدليل على ذلك أن الكاظمي وهو رئيس السلطة التنفيذية وقائد العام للقوات المسلحة هزم أكثر من مرة أمام الميليشيات وأمام ميليشيا صغيرة جدا أستاذ فروف دقائق الأخيرة عندنا سؤال حقيقة مركزي حتى الحقيقة رح أسأل للضيوف الكرام جميعا في المرحلة القادمة تتوقع السيناريو أن هذه قوى العملية السياسية بالاستفادة من تجربة الثورة التشرين والمقاطعة الشعبية وهما طبعا هزتان كبيرتان ستشرع تبدأ بإصلاح وإن كان متدرجا أم أنها ستبقى على هذا المنح وتقدم ذخيرة مجانية لثورة أخرى أكثر ربما زخما ثورة التشرين والحقيقة حذرت حتى بلاس خارت أن في العراق يعني غضبا سخطا مكبوتا قد ينفجر في أي لحظة في آخر إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي أستاذ فاروق يسمعني عفوا تخيلت أنه للآخرين لا لك 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 أي ما الحقيقة النظام سيضحي بحكومات الثورة قادمة الانتفاضة قادمة والانفجار قادم لا محانة لأن النظام نفسه لا يستطيع أن يفعل أي شيء للشعب العراقي محسوبة ومزدودة طرق كل الآفاق مزدودة والأموال هي المسألة مسألة بونوايا المسألة الاقتصادية الأموال موزعة أصلا بين الأحزاب والنظام قائم على المحاصصة على توزيع الغلائم فلا يمكنه أن يفعل أي شيء لإصلاح الوضع الداخلي حقيقة يوم أمس أحد الحقيقة الخبراء الاقتصادي العراقين يتحدث في المرحلة القادمة رفع دعم حكومي عن الغذاء وعن أشياء أساسية وربما حتى تمضي الحكومة إلى سعر الصرف للدينار جديد خفض جديد تخيل وأيضا العراق في جانب آخر يتحدثون عن رفع سعر النفط وكذا من هذا القبيل أن العراق سيشهد محروحة لن يشهدها العراق لأن العراق استدام خلال هذه 19 سنة وموال هائلة فعلي تزديدها ولذلك هذا النظام لن يستطيع أن يفعل أي شيء ما يقدر ليس لأنه ما يريد هو أصلا ما يقدر لأنه كل شيء محسوب وكل شيء مقدم أشكرك واضح ولذلك أنا أعتقد أن الثورة قادمة وانهيار النظام لا رحلها شكرا دكتور حمد الصراف لعلك نفس السؤال سمعت وذاتي دعي لك عن سيناريوهات أن هذا النظام سيعمد إلى إصلاح متدرج على الأقل يبدأ به ليقنع المجتمع أو أنه سيمضي بنفس المنحة لأنه لا يستطيع أن يقدم شيء كما قال ضيفنا من لندن فاروق يوسف وبالتالي معناها كمن يصب الوقود أو الزيت على النار لثورة جديدة الحقيقة أستاذ ماجد أيضا الوضع هذا مرتبط بمفاوضات فيينا إن استسلمت إيران أذعنت للمفاوض الأميركي 5 زائد 1 أيضا بشروط أكثر قساوة رح تكون الحقيقة ليس فقط بالنووي يعني الملف النووي شيء والصواريخ الباليستية الآن دخلت أيضا الطائرات المسيرة وتحجيم دور إيران إيران إذا استسلمت بالعراق الوضع سوف يتجه اتجاه آخر مختلف تماما يعني العملية السياسية سوف تتغير مسارها باتجاه يعني بناء مؤسسات دولة حديثة ليس بإيرادة أميركي ولا بإيرادة الغرب لا بإيرادة العراقيين هذه المرة ونأجزم أنه الشعب العراقي الآن وعى لأنه عزوف أو مقاطعة أو رفض للانتخابات رفض قاطعة أكثر من 85% كان رفض مجملة العملية السياسية وأسقط الطبق السياسي الفاسد لذلك هذه مؤشرات الكلية رفض سألك سيد فاروق العفو سيد دكتور دكتور حامد أن العملية السياسية قد تمضي إلى بناء دولة حقيقية حديثة إذا كانت العملية السياسية فاقدة للشرعية أولا عملية سياسية مؤسسة على احتلال غير شرعي ثانيا مسار العملية يكون شيء آخر أنا قلت يتغير مسار العملية السياسية يعني يصبح حتى الدستور خاض لإعادة الصياغة إعادة مراجعة الدستور ومراجعة كل مؤسسات التي بنيت من 2003 ولغاية الآن أنا أقول لك الطبقة السياسية سقوطها الآن أصبح قاب قوسين أو أدنى العملية السياسية انتهت أخلاقيا وسياسيا وشرعيا أنك تتحدث عن عملية سياسية جديدة تماما 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 وبإرادة العراقيين هذا اللي أقول أنه واثق من أنه الشعب العراقي قادر أن يمسك زمام الأمور بيده بثورة أو بدون ثورة سلما أو حربا شكرا شكرا دكتور رافع فلاحي أي السيناريات أقرب إصلاح متدرج أم أنه الجماعة ماضون على نفس المسار وبالتالي فإن هناك ثورة وكما قالت بلاس خارت انفجار غضب شعبي سينفجر أستاذ ماجد كل التاريخ عندما تقرأ كل التاريخ ستجد أن القوى الاستبدادية في العالم كل غبية تعتقد أن امتلاكها للسلاح امتلاكها للقوة امتلاكها للمال قادر أن يقمع الشعوب وهكذا يتصرفون وهكذا تصرفوا خلال 19 سنة مع الشعب العراقي وآخرها ثورة تشرين تصرفوا معه بالسلاح والقوة والميليشيات هم يعتقدون أن الشعب خارج هذه العسابات فهم باستطاعتهم بهذه الميليشيات بهذه القوة القوة الأمنية أن يقضوا على الشعب إذا ما عارض وهذه هو مقتلهم لذلك لن يذهبوا إلى هذه العملية السياسية وهذه القوة المؤتلفة بها لتعمل داخلها لم تأتي أو لم تصمم حتى العملية السياسية لبناء العراق لتقديم شيء للعراقيين لذلك خلال 19 سنة من سيء إلى أسوأ لأن وصلنا إلى المعدر الكبير هذا الذي وصلنا إليه لذلك لا يمكن الآن بعد 19 سنة يعودون لتحويل أدوات التخريب إلى أدوات بناء لذلك سينظون في طريقهم نفسه والشعب سيقف أمامهم لا محال أشكر هناك مواجهة مع الشعب وهذا الخندق يعني برز من ثورة التشرين الشعب في ناحية والسلطة بكل أحزاب وكل قواها في ناحية أخرى والتصادم قادم لا محال شكراً ليدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي كان ضيفنا في حلقة الليلة من طاولة حوار طبعاً برفقة ضيوفنا فاروق يوسف الكاتب الصحف العراقي وكان معنا عبر سكايب من لندن والأكاديم والباحث السياسي الدكتور حامد الصرف وأيضاً كان معنا عبر سكايب كما أشكركم مشاهدين الكرام وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر